اشتركوا في القناة 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 وقامه بالترجمة اذا نكتب اشتركوا في القناة نبحث عن التطبيق اذا اضغط على التطبيق اضغط اضغط نضغط عن اسم التطبيق الذي نقوم بتفعيله التطبيق هو هاي ترونسلات لا تلاحظوا ديزاكتيفي هو غير مفاعل نضغط لتفعيله ثم اوكي في الأسفل ثم نعود إلى الخلف ثم نضغط 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 على هذا العملية التوضيحية يشرح لنا طريقة عمل التطبيق لاحظوا هنا التطبيق هو الآن مفاعل العلامة الحمراء في الوسط تدل على أنه مفاعل هناك أداة في الجانب تلاحظون ظهور أداة هاي أداة جميلة هنا في جانب الشاشة هذا يدل على أن التطبيق مفاعل إذا أردت إغلاق وإنهاء التفعيله تضغط هنا في الوسط فتختفي العلامة أو الأداة في الجانب إذن نقوم بتفعيله مرة أخرى إذن هنا تختار اللغة التي تحب أن التي هي لغتك التي تستعملها عادة مالونغ نضغط هنا هي الآن فرنسية تبحث عن اللغة العربية إذا كنت تفضل أن يقوم بترجمة المحتوى إلى اللغة العربية إذن نبحث عن اللغة العربية هنا إذن أغاب وبالنسبة للغة الطرف الآخر إذا كانت اللغة الإنجليزية فتتركها إذا كانت اللغة أخرى فتقوم بالبحث هنا عن أي لغة أخرى لإضافتها إلى هذا المكان الآن نقوم بالخروج من التطبيق ونذهب إلى الواتساب كنموذج وإلا فإنه يعمل مع جميع مواقع التواصل الاجتماعي الآن أريد أن أكتب إلى شخص ما باللغة الفرنسية مثلاً أنا أعطت الكتابة باللغة الفرنسية لكن من ستصل لها الرسالة يتحدث باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية أريد أن يصل له الكلام باللغة التي يفهمها الأمر بسيط جداً إذن نضغط بعد ظهور لوحة المفاتيح نضغط في الثلاث نقاط الموجودة هنا لاحظوا في الأسفل إذن نضغط لاحظوا ظهور هذا المستطيل الآن هو يقوم الآن بمعنى بأي لغة كتبت هنا سيقوم بتحويلها بشكل فوري إلى اللغة الإنجليزية إذا كان مخاطبك يتحدث باللغة الإنجليزية إذا كانت لغته مختلفة تضغط هنا وتختار اللغة التي يتحدث بها المخاطب إذن الآن سأقوم بالكتابة باللغة الفرنسية إلى هذا الشخص لاحظوا إذن أكتب بونجور لكنه مباشرة بشكل فوري يقوم بالترجمة ويكتب هلو إذن كومون ساوا لاحظوا أنا كتبت بونجور كومون ساوا قام بالترجمة إلى هلو هاوريو إذن يمكنني أن أضغط وتذهب الرسالة إلى الشخص المعني باللغة التي يفهمها وهي اللغة الإنجليزية الآن الاتجاه المعاكس بمعنى وصلتني رسالة بلغة ما باللغة الإنجليزية وأنا لا أتقن اللغة الإنجليزية أنا أتقن اللغة العربية أريد قراءة محتواها باللغة العربية الآن تأتي فائدة تلك الأداة أو تطبيق الثاني الذي قمنا بتطبيقه في الهاتف الآن لاحظوا مثلا وصلتني هذه الرسالة الآن أريد ترجمة هذا الكلام بالإنجليزية إلى الكلام العربي ما أقوم به هو جر هذه الأداة وضع أسبوعي على هذه الأداة ثم أذهب بها إلى هذا الكلام الذي هو باللغة الإنجليزية وأتركها وسيقوم بترجمة النص لاحظوا دعاك صديقك لتطبيق ويف لايف ولابرز ستحصل على 500 جوهر إضافية مجانية ثم بهذه البساطة ورسولة تمكنت من معرفة فحوى كلام بلغة لا أفهمها وصلني على الواتساب أو على أي مواقع التواصل الاجتماعي بذلك نكون قد أنهيت فحوى هذه الحلقة والذي كان القصد منه فقط تمكنك من تبادل الحديث بلغة مع شخص يتقن لغة غير لغتك أرجو أن يكون في ذلك فائدة للجميع إذا ما وجدت أن في هذا الفيديو فائدة لك أو لغيرك فلا تبخل عالينا بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لبقائك معنا إلى هذا الوقت أضرب لك معدان في القارب العاجل لحلقة جديدة ومعلومات جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته